السلام عليكم ورحمة الله هنانا اليوم عندنا الكارنوف ماب امثلة على موضوع الكارنوف ماب اللي اخذناه احنا بتبسيط المعادلات الرقمية وبتبسيط الدوائر الرقمية افترض انه اجاك هذا السؤال او هذا المثال ماب the following standard sum of product expression on كارنوف ماب منطق هذه المعادلة طبعا بداية نشوف هذه المعادلة كم متغير a,b,c احنانا كذلك احنانا كذلك عندي ثلاث متغيرات فبما انه احنا اخذنا بالمحاضرة ما تلكارنوف ماب بالشريح لدينا بما انه هاني عندي ثلاث متغيرات اذا ال n multi راح تكون عندي ثلاثة اذا ال table multi راح يكون راح يكون عندي ثنين اوس ان واللي هي ثنين اوس ثلاثة واللي هي ثمانية فال table multi راح يكون ابو ثمن حقول ممكن أخلي الـ table multi بصورة عمولية مثل ما هنانا حالي احنا بهذا المثال وممكن يكون لأ بصورة وفقية. حسنا احنا عرفنا الـ table multi ابو شقد وعرفنا حسب يا قانون اللي هي قلنا 2 أس N ولان هنانا عندنا عدد المتغيرات هنا عندي A, U, B و C ثلاثة متغيرات 2 أس ثلاثة يساوي لي ثمانية. هنانا ماب The Following Standard Sum of Product هنا نفترض انه منطيك معادلة وقال لك هذه المعادلة سوي لها الـ Cardinal of Mab. تجي الى الموقع A-B-C طبعا هنانا احنا ثبتنا هاي الـ A, B وهنانا الـ C. دائما الترقيم مالة الـ Cardinal of Mab مالتي ثابت 00, 01, 11, 10 وهنانا 0, 1. نجي الى اول موقع منطي نياب السؤال اللي هو A-B-C. نجي هنا A-B- يعني شقد 00 00 هاي الـ A والـ B 00 إذن هنانا بهذا الصف. زين احنا نجي قد C. السي يعني واحد. هذي هي الواحد. بناجي اقاطع حين احنانا بهذا الصف وبهذا العمود لان عندي A-B-C. هذي هي الـ A-B-00 والسي عندي واحد هذا السي. فتقاطع هذا العمود مع هذا الصف هنا. بهذا الموقع راح اجي اخلي اول عنصر اللي هو الـ A-B-C. نجي الى الموقع الثاني اللي هو الـ A-B-C. و بنفس الطريقة راح نحدد هذن العنصرين. اللي هن عندي A-B-C- والـ A-B-C. ثبتنا هنا على الكاردناوفمار مالتي. نجي نسوي القروبات. مالتي الواحدات. نحن نجي لنا القروبات ممكن نسوي القروب يحتوي على عنصر واحد. عنصرين. أربعة عناصر. ثمانة عناصر. فعلا. يجب انه يحتوي على واحد او يحتوي على اعداد زوجي. فاذا نريد ان نسوي هذه القروبات مالتنا. هذا اكو بصف واحد ممكن انه اخذه لا. هنا اكو مثلا بحيث اسوي بطريقة اللف يعني اخذه مثلا من هذه الجهة ومن هذه الجهة لا. اذن ها مثلا راح يكون بعنصر واحد او بقروب واحد. هذن يبقروبي صيرا نعم يصيرا بقروب. وهذن يبقروبي صيرا نعم يصيرا بقروب. هذن هنا ما طالب من عندك هو بس ثبتهن على يعني ثبتهن على التيبل مالتك او على الماب مالتك. اذا طالب من عندك المعادلة بعد التثبيت راح تجي تسوي قروبات. هذا تاخذه هنا بقروب واحدة. هذا وهذا تاخذهن بقروب. وهذا وهذا راح تاخذهن بقروب. وطلع الناتج توجد للأف النهائية. وعرفنا شلون نوجد الأف النهائية لهذه المعادلة. نزين. اهنان ايباليويت ذي اكسبرشن. از شون بلو. نزين. منطيق هذه المعادلة. هذه المعادلة المفروض انه نثبتها على كارنوف ماب مالتنا. زين. نجي الى اول انصر من هذه العناصر. اللي هو A-B-C-D. هنانا اللي هو A-B-C-D. هذا هنا نجي طبعا كل ما ينضيك معادلة. هذه المعادلة مباشرة اكتب القيم مالتها جواها. مثل ما تشوفون هنا بهذا المثال. يعني ال A-D has 0. ال B-D0-1-1. هناNah 0 1100. 1101. 1111. 11000. 00001. 1010. عرفنا انه هذي هي المعادلة مالتنا اللي هي sum of product مالتنا. هذي راح نريد يعني طالب عندك بالسؤال انه تثبتها على كم متغير عندي عندي الاي والبي والسي والدي عندي اربعات متغيرات اذا الكارنوف ماب مالتي التيبل راح يكون كم حق القانون مالتنا شي يقول يقول اثنين اوس ان اثنين اوس اربعة يساوي ستعاش اذا التيبل مالتي راح يكون ابو ستعاش هذا هو التيبل مالتي نأخذ واحد واحد انثبته بهذا التيبل صفر صفر واحد واحد بتيجي هنا صفر صفر واحد طبعا صفر صفر هنا راح يكون بهذا الصف بيام وكان من هذا الصف واحد واحد اذا هنا راح يكون عندي الاي داش بي داش سي دي احنا ايش راح يكون عندي راح يكون الاي داش بي داش سي داش دي وهكذا انثبتهن على هذا الماب مالتي اذا يطلب من عندك تكمل السؤال وتوجد معادلة اش راح تسوي راح تسوي قروبات لهذه الواحدات مثل ما اخذنا بالمحاضرة السابقة مالتنا اللي هي الخاصة بالكارنوف ماب هذا اني ممكن يصيرا بقروب نعم هذا هنا نسوي قروب هذا اني هنا ممكن اثنان اثنان قروب هذا هنا ممكن اثنان اثنان قروب وهذا هنا راح يكون بقروب واحد منطيك مثال اللي هي المعادلة المنطينيها بالسؤال بالاي داش زائدا اي بي داش زائدا اي بي سي بداية عدد المتغيرات اللي عندي اش قد قاني كم متغير راح يكون عندي الاي والبي والسي بما انه ثلاثة اذا اثنين اثنان واللي هي ثنين اثنان ثلاثة راح يساوي ثمانية الماب مالتي او التيبل مالتي راح يكون ابو ثمان حقول هذا الماب ممكن ارسمها بصورة افقية ممكن ارسمها بصورة عمودية مثل ما هذا تشوفون امام تمام تمام نجي الى اول قيمة هو ما نضينيها بالسؤال اللي هي الاي داش الاي داش هي صفر راح تكون ثابتة بس هذي القيمة اش نقصها نقصها متغيرين يعني نقصها البي ونقصها السي زين اهنان ش راح نسوي راح نجي نفترض فرضيات لهذه القيم يعني هنا الاي داش وعندي البي وعندي السي شنو القيم الممكنة او شنو القيم المحتملة للبي والسي ممكن يكونن طبعا هنا هاي الاي داش تنزل هاي صفر 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 نزلت البي والسي ممكن يكونن صفر صفر وممكن يكونن صفر واحد ممكن يكون الواحد صفر ممكن يكون الواحد واحد فهذه الأربع قيم هذني كلهم أثبتهم يا الله يعني اعتبر أنه ثبتت هذا الأيداش أكرر نطاق معادلة هذه المعادلة بيها نقص بيها أحد الأطراف بيه نقص عناصر أجي أشوف هنا أنا شن النقص اللي عندي هنان عندي بس الأيداش شن النقص اللي عندي عندي بي والسي بس أنا بي والسي ما أعرفها يعني شنه هي هي بي داش سي بي سيداش بي سي بي داش سيداش ما نعرفها فإحنا رح نجي نفترض فراضيات افترض هنان عندك بي والسي شن يعني هل أنه نفترض قيمها 0.0.0.1 1.0.1 1.1 وهذا القيم اللي رح نفترضها أنه تعوض عن بي والسي نأخذ هذين القيم نثبتهم على الـ table ما لاتنا 0 0 0 هنا نأتي طبعا هاي الـ ab وهذا الـ c 0 0 0 ثبتنا هنا 1 0 0 1 هاي هنا 0 0 وهذا الـ 1 هنا صار العنصر الثاني 0 1 0 وين الـ 0 1 هذا الـ 0 1 0 c هذا 0 1 0 هذا صار هنا الثالث 0 1 1 هاي 0 1 1 هذا هنا صار عندي الأنصر الرابع والنوقع الرابع هذيني لحد الآن أنا ثبتت الـ a- على الماب ماتي أجل هنا الـ a-b- زين شنو النقص عندي الـ a-b- يعني 1 0 هذه هنا 1 0 أنزله كما هي شنو النقص عندي النقص عندي c c ما أعرف قيمتها أنا شنو قد تكون c قد تكون c داش إذن هنا 1 0 0 1 0 1 راح أفرض الـ c يعني العنصر الثالث أفترض أفترض قد يكون 0 قد يكون 1 أجل أثبت 1 0 0 هاي 1 0 وهذا الصفر وهنا 1 0 1 هاي هنا 1 0 1 أجل هنا هذا ثبت الأنصر زين الـ a-b-c- a-b-c- هو هنا عندنا قص لا ما عندنا قص أثبت قيمهن راح يكون 1 1 0 أجل هنا أثبت على خط الأعداد 1 1 0 وهنا راح ينزل عندي الموقع مال هذا الأنصر بهذه الطريقة ثبت المعادلات على الكاردنوفمار إذا كان عندي أحد المتغيرات بنقص بنفس الشي بنفس الآلية احنا نمنطيك هذا المثال احنا كم متغير عندي a-b-c-d احنا نمنطيك معادلة أحد الأطراف بنقص احنا عندي b-c فقط شنو النقص عندي نقص a-b-c-d فنفترض a-b-c-d ساعة 00 ساعة 01 ساعة 01 ساعة 01 ساعة احنا هنا بس a-b-c-d شنو النقص c-d كذلك نفترض c-d 00 01 01 01 01 احنا شنو النقص اللي عندي النقص بس d نفترض d ساعة 01 هاي هنا 01 هذا كامل وهذا كامل بعد ما ثبتتهم بهذه الطريقة كملت الفرضيات مالتي أثبتهم على الماب الخاصة بهن واللي هي الكارنوفوب مالتي ومال 16 ليش راح تكون لان عندي اربعة متغيرات وعدد التابلات تكون 2 أس أن 2 أس أن اللي هي 2 أس أربعة راح يساوي لي 16 سين هسا عرفنا شنو انه هن ثبتن لني على الكارنوفوم مالتي مثل ما أخذنا بالمحاضرات السابقة ما لكنا ناخد مثال لتبسيط المعادلات هذا هنا يعني منطيك هذا المثال منطيك هذني تايبلات أربعة تايبلات مثبتة عليه هنا الواحدات وقال لك أنه نسوي جروبات فقط هنا بس ريدي علمنا أنه شون نسوي جروبات فهنان هذا العنصر واحدة خلينا بجروب هذني هنا عندي ثلاث واحدات هذا جروب وهذا جروب هنان عندي هاي عناصر مثبتة بهالطريقة هذني أخذهن جروب وهذني أخذهن بجروب وبقى عندي هذا وهذا 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 هذني رح أخذهن بجروب بطريقة اللف يعني هذا مع هذا السهم موضح وبالنسبة لباقي التيبلات رح يكون عندي واضح شون أسوي جروبات زينا نحن اللي همنا شون نحسب المعادلة وهس رح نشوف بالمثال التالي عندك كارنوف ماب منطيكيه هو بهذه الطريقة أنا بالامتحان ما أجيب لكيهج بالامتحان أنطيك معادلة نفس ما أخذنا بالأمثلة السابقة نفس الذني الأمثل اللي درسناهن الآن قبل قليل أنطيك معادلة أقول لك هذه المعادلة أنتمثلها على خط الأعداد يعني أنا ما راح أمثل الكيهة على خط الأعداد يعني أنت ثبتها على التيبل يعني ما نطيك المعادلة لي شي مثبتة على الماب نطيك معادلة أنت تثبت المعادلة على كارنوف ماب مالتك ثبتت الكارنوف ماب مالتك ثبتت القيم تجي تسوي جروبات هس هنالجروبات هو منطيكيهن ثارت هناله ذني أربعة بجروب وذني ثمانية بجروب وهذا الثنيين بجروب نجي نريد نحسب الـ F ونريد نحسب المعادلة بعد التبصيد يعني بعد ما ثبتناهن على الكارنوف ماب ونريد نجد معادلته خلي ناخذ هذا الجروب الأول عرفنا احنا بالمحاضرات السابقة شلون نحسب المعادلات من الكارنوف ماب نيجي هنا نيجي إلى الجانب الأفقي خلي نقول نشوف شون الثابت يبقى وشون المتغير راح يروح عندي هنا طبعا هذا القروب من مبتد إلى هذا الحقل وهذا الحقل هناك صفر صفر وهناك صفر واحد إذن شون اللي بقى ثابت شون اللي يتغير اللي يبقى ثابت عندي الأي واللي يتغير عندي البي هناك صفر صفر هناك صفر واحد الي بقى تثابته الby تغيرت ويبقى هنان عندي من هذه الجهة البي بقى عندي الايداش الحلقى ال precisely الى الريق أجي الى الجانب العمودي اللي هو هذا الآن عندي هنا عندي و 110 وسمثر شو الثابت وشو المتغير 11 c 1 بقى 1 d واحد صارت صفر إذن بي راح تروح شو بقى عندي عني من هذه الجهة بقى عندي الأيداش وهنا بقى عندي السي إذن أيداش سي ناتج تبسيط هذا القروب الأول المكون من أربعة عناصر راح يكون أيداش سي إذن أجي أكتب المعادلة والتي F يساوي أيداش سي هذا هو الطرف الأول للتبسيط ننجي إلى الطرف الثاني أو القروب الثاني على سبيل المثال القروب الثاني يحتوي على ثمانية عناصر خلي نجي نأخذ هذه الجهة التي هي الجهة الأفقية شنو الثابط وشنو المتغير 0 1 1 1 lai كانت 0 صارت 1 lai كانت 1 بقى 1 إذن lai راح تبقى عندي بقى عندي lai من هذه الجهة الجهة الأفقية بقى عندي lai من الجهة العمودية 00 11 هذه راحت اختصر ويا هذا صفر واحد واحد صفر هذا راح مع هذا إلى الجهة العمودية ما بقى عندي شي كل هن راح يتم اختصار هن ش بقى عندي بقى عندي بس الواحد من الجهة الأفقية إلى الناتج تبسيط هذا الجروب بالكامل هو فقط البي كذلك أنزل على المعادلة ماتي قلنا الاف اش راح تساوي راح تساوي الاي داش سي زايدا البي نجي إلى الطرف الأخير هذا هو الطرف الأخير أو القروب الأخير شن اللي بقى عندي وشن اللي يتغير نجي هنا إلى خلي نقول الجهة الأفقية واحد واحد صفر الاي كانت واحد بقت واحد البي كانت واحد صارت صفر البي اختصرناها ش بقى عندي بقى عندي الاي اللي هي واحد زين الجانب العمودي ما عندي بس طرف واحد الجانب العمودي يعني ما ممتد على أكثر من عمود فقط عمود واحد واللي هو الصفر واحد فرح يبقى كما هو ومن ناك عندي الأي بقت لاني البي اختصرناها فاش راح يكون واحد صفر واحد أي سي داش دي أي سي داش دي اذا الاف او المعادلة النهائية لهذه يعني الماب مالتي او لهذا الشكل مالتي شرح يكون راح يساوي لك أي داش سي زائدا ب زائدا أي سي داش دي وبهذا الطريقة راح نقدر نوجد ناتج تفسيط هذه المعادلة